لكن الغريب أنه أنصار مرتضى منصور وعلى رأسهم الدجال ميدو استغلوا الأزمة دي وحولوها الأزمة سياسية ده اللي عاملوا بقى الدجال الصغير أحمد حسام ميدو فجأة كده أحمد حسام ميدو وعلى حين غره كتب تغريدة اتعم فيها وثامة حسني لعب الأهل السابق وجوز بنت الخطيب أنه أخوان تب إيه دي ليل يا ميدو شوف كده دليل ميدو إيه أهو قادي ميدو لهطل بيقولك أسام حسني تلميذ صفوة حجازي وواحد من أدوات الإخوان المسلمين في الرياضة المصرية حتى الآن يقول أن التاريخ يقول أن الست سنوات القادمة الأهلي مثلما قال معلمك بأن الإخوان سيحكونا مصر الخمسين سنة القادمة فجأة وراح نشر الصورة دي خلي بقى لك بقى الصورة دي إيه بقى صورة آه الدجال الأساس صفوة حجازي والخطيب ووسام حسني وده كتب كتاب وسام حسني معروف أنه هو جوز بنت الخطيب وبيكتبوا الكتابهم عادي جدا أوكي مش بس كده ميدو قال كمان أنه هيكشف أدلة تانية عن جمال جبر رئيس المركز الإعلامي بالنادي الأهلي وعن علاقته بالإخوان وألترس ميدو طلع ميدو الله طلبي يقول لك قريبا سأحكي لكم عن قصة جمال جبر بقيرة الإخوان المسلمين وعلاقتهم بقيرة ألترس جمال جبر ده رئيس اللجنة الإعلامية في النادي الأهلي بقى له تلاتين سنة تلاتين سنة يعني جمال جبر ده عد عليه صالح سليم وحسن حمدي ومحمود طاهر والخطيم والوسط الرياضي الإعلامي كله يشهد للرجل ده بأنه رجل خلوق جدا بس يبدو أن الخزوق بتاع إمام عشور واجع مرتدى منصور واجع أكتر ميدو يعني أنت ميدو اتهمت وأسام حسن الإخوان عشان صفوة حجازي حضر كتب كتابه على بنت الخطيب قال لك آه سهل قوي طب مع عد الإمام الزعيم بنته بتجوزة ابن قيادة بالإخوان ومش بس صفوة حجازي ده المرشد العام للإخوان المسلمين حضر فرح بنت عد الإمام وده اللي كتبه حساب باسم الأسكندراني وقال له أهو قال له أميدو الأسكندراني بمنطق ميدو بسبب صورة وسام حسن والخطيب مع صفوة حجازي يبقى عد الإمام إخوان ده في علاقة نسب القصة اللي ميدو عارف فزعت النظام فعمل زي اللي راح بلغ عن حماته إنها إخوان عشان يخلص منها حد يفكر ميدو إن بوتريكا اللي محسوب راسمي على الإخوان بشهات الجميع أفضل من أنجبت الرياضة المصرية قادي الخطيب قادي عادي الإمام هو قادي المرشد العام للإخوان مع عادي الإمام والفيديو بتعكد بكتاب عادي الإمام ياميدو بتعكد بكتاب بنتو موجود على السوشيال ميديا وحضروا واللي كتب الكتاب شيخ الأظهر وقتها محمد سيطان طاوي وكان موجود في القاعة كل كل مكتب الإرشاد وعلى رأسهم الراجل الطايب ده مرشد الإخوان المسلمين وعادي الإمام وقف معه وبسوا بعض وبركولوا هل معنى كده إن عادي الإمام إخواني؟ تب يميدو ليه اتهمته أسامة حسن بإنه إخوان وما اتهمتش الخطيب وده اللي سأله أيمن عزام وقال الإعلامي أيمن عزام طلع قال قد الفيديو اهو اهو بص بص تفرج ده الأستاذ عاكف الأستاذ عاكف كمان كان موجود اهو مهدي عاكف كان موجود وصف وط حجازي كل الناس بقى كانت موجودة اهو ده كتب كتاب بنت عادي الإمام والعريس ابن قيادي في الإخوان المسلمين هل معنى كده إن عادي الإمام إخوان؟ بنته ارتبطت بشاب حبتو حبها على سنة الله ورسوله جوزوا وعادي الإمام لما سؤل قال أهو مش علاقة ده اختيارها بس ليه بقى ما اتهمتش الخطيب إنه إخوان؟ ده اللي سأله أيمن عزام بيقول ميدو أسامة حسني من كابتن الأهلي ومصر المحترفين المحترمين وهو زوج ابن المحمود الخطيب فلماذا اتهم ميدو الكابتن أسامة حسني بالإرهاب؟ ولم يتهم الخطيب؟ ولماذا لم يتجرأ بنفس المنطق باتهم عادي الإمام؟ ولا ما يقدرش على الزعامة الكبار الحقيقة إن ميدو جاب صورة عبيطة عشان يتهم أسامة حسني بإنه إخوان وكل ده لمكايدة رياضية عشان أسامة حسني قال إن السنين الجاية للأهلي مش للزمالك ده اللي كتب وحساب باسم محمد محمد قال ميدو بيستغل الصورة عادية لكتب كتاب أسامة حسني بيشهروا صفوة حجازي عشان يحرض الناس عليه وكل ده ليه؟ عشان أسامة حسني قال الست السنوات الجاية كلها هتكون للأهلي وزي ما هو عمل بالضبط من بداية الموسم وقال إن الدورة السنة دي للزمالك وهيكل المرة الثالثة على التوالي وليه أول مرة في تاريخ الزمالك كل ده عشان إيه؟ عشان أسامة حسني بيكلم عن نادي بتاعه وعن فرقته ميدو بقى ماشي بخطة مرتضى منصور وفكر كده جمهور الزمالك هتحبه وهتهتف بيه كل ده عشان مصالحه الشخصية واناقل أصل الكلام من مرتضى منصور من 2020 ميدو بيكمل مسيرة مرتضى منصور وهيكون مرتضى منصور القالم والله يا محمد تحياتي لك أنا قلت الكلام ده كتير ميدو عايزي بقى البديل الدبلير بتاع مرتضى منصور وسبحان الله شارب من نفس النجاسة بس مش غريبة برضو يا ميدو يعني نكتول الكلام ده ومرتضى نفسه قاله اللو فيديوهات كتير بيمدع فيها بشكل واضح الإخوان مش مجرد كتب الكتاب منسمع كده مرتضى؟ جماعك يا خلال مسلمين فصيل وطني اليوم تاريخ مشرف ضد الإنجليز ونقف عام كل شهر ومش عارف وزيد دي فاع كل ما ينفعش على ما عدي بالك دي مصر واللي مش عارف يوم التصر هو اللي يغوى عشان يابه اللي بدور محمد ورسل جمد قلبك طالع قلول مظاهراته ده مفيش دولة مالأ سنتين جماعة فرصال مظاهراته وكل واحد اعلام ممراته موقف قطر ده مرتضى منصور بيمدح في الإخوان ايه رأى كميده ولا كلام عدو مجلس إدارة الزمال الجمال الحميد اللي كان بيشكر في الرئيس محمد مرسي اهو مرسي رجل اللحظة ده جمال الحميد ولن يقترب من الميوم اتفرق ده هزاز الرأس انت بتناخد نفسك يا ميدو انت نفسك جاي تتهم جمال جبر بانه له علاقة بالألترس اللي انت كنت تدعمهم زمان اه دي اهو ميدو بيدعم الألترس كنت دائما تدخل الألترس في اي محفل سياسي ولكني بصراحة معجب بشجعتهم واسرارهم على قل لا يضيع دم اخوتهم هادر كل التحية لشاب الألترس الألترس اليوم يعلن بداية الغضب ادي جامد هو نفس ميدو نفس حسابه الحقيقة ميدو واضح انك انت بقيت نسخة تانية من مرتضى منصور بتداري على فشلك بتوزيع طعم عبيطة للأهلوية واسريب رخيصة وده اللي اشار اليه وائل اللي كتب وقال تعرف يا ميدو تعرف يا ميدو وممكن تكون زمال كاوي متعصب عادي وتحارب على نديك عادي بس حتى دا مش حقيقي انت دلوقتي بتلهي جمهور على الدوري وعلى ضربة امام عشور وعلى الصفقات المزعومة اللي ما عصلتش ويقاف القيد وبلاوي كتيرة تانية بس لأسف اخترت معركة رخيصة اوي كعتك لدرجة اني مش قادر اقولك عيب وجمهورك فهمك خلاص اللي ابتزاز معركة الرخيص حتى الزمال كاوية اللي مش عايزين امام عشور يروح الاهلي اللي زعلانين من امام عشور رفضوا اسلوب ميدو زي احمد اللي قال له بغض النظر عن اني زمال كاوي لكن يميدو اسامة حسني من انضف الشخصيات اللي شفتها في مصر ولو هم فعلا تلميذ صفة حجازي فحب اقولك انا حبيت الاثنين كل الدعم للخلوق اسامة حسني والى المستنقع يا ميدو الحقيقة هو عيب قوي عيب قوي لما تبقى عارف يا ميدو ان تهمة زي دي مع نظام زيدة زي نظام الملك الاله ممكن تؤدي الاعتقال اسامة حسني يعني انت تتعمل جريمة انسانية ما لايش علاقة بالخناء الرياضية دا اللي كتبه او حاجة زي كده حساب باسم محمد خليل قال لما تكون مدرك ان النظام امني بيعتقل ما له علاقة بجماعة الاخوان ثم تنشر هذه الصورة في خلاف رياضي فهذا يعني انك تدفع لاعتقاله او تبتزه وحتى ان لا بتحدث له مشكلة فهذا تحريض وشغل مغبرين بس الاسف مش ميدو هو المسؤول عن الشعب يتقسم كده او اي حد مختلف مع حد يتهموا بانه اخوان عشان ينتئم منه السيسي هو اللي اسم الشعب وحولهم الى مغبرين وبقى بيحولوا اي خلاف في الرأي في اي قضية الى الشكل ده دا حساب باسم محمود كتب بيقول بقينا في بلد اي حد مختلف مع حد يرمي بتهمة الاخوان وللأسف فيه قطيع يمش وراك كلام ومسدق ان دي تهمة ممكن تقيم بها اراء وافعال غيرك او تقيم بها اراء وافعال غيرك وكده يبقى من حقك تنتقده وتسيق ايه انا بعترف انه كان حمار لما كنت بشوف ميدو في يوم الايام عقلية مختلفة انت نزلت من نظر زمال كوي كتير يا كابتن من زمان وانا بشوف ميدو نسخة قزرة من مرتضى منصور لانه اسامة حسني عمرنا ما شفنا له حاجة ازعل ان امام عشور ساب الزمالك وراح الاهلي موافق اول ازاي الاهلي ايه بالامام عشور موافق اول اي حاجة تانية لكنك تشتغل مغبر رخيص بالطريقة دي دي عقلية مرتضى منصور او ده المنهج بتاع الاستاذ مرتضى منصور الاستاذ في القزارة انك تروح تبلغ عنه روحوا بلغوا عن عدل امام روحوا بلغوا عن مرتضى منصور روحوا بلغ عنك انت لانك دعمت الالترس عيب وعيب تنلمو ان اسماء معينة زي جمال جبر اسأل الزمالكوية عن جمال جبر اسأل اي حد عن اسامة حسني انا مليش علاقة لكن المسألة وصلت الى حاجة كده رخيصة قوية قذرة جدا